كما أشار الرئيس السيسي إلى عدد من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة فضلا عن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية أيضا نوه السيد الرئيس إلى جهود مصر في إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب خدمة لشعوب المنطقة حرصت مصر على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وذلك لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريكي وذلك بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجددا